طيب أهلا بك وأهلا بضيفك الكريم وجمهورك الكرام يعني لغاية دلوقتي بنتاج الأولية اللي خرجت لنا ترامب 177 مجمع انتخابي وهارس 99 وفيه لسه ولايات ليد للجمهوريين وولايات ليد للدموقراطيين لا أتخيل أن احنا نوصل النهاردة إلى حسم كل الولايات ولكن يمكن مع بداية صباح الغد أو يعني منتصف يوم غد يكون إن شاء الله في رؤية إلى ما يحدث الأقرب وفقا ليس فقط للفوز بالولاية حالك عرف الفوز بالولاية 50% زياد واحد من الناخبين في الولاية بيحصد كل الأصوات المجمع الانتخابي في هذه الولاية ولكن احنا بنرى من الفروق في النسب يعني لو أنت بسيطي على إنديانا هتلاقي ترامب محقق فيها الغد دلوقتي 59% مقابل 38% لكاميلة هارس هو خلاص يعني بروجيكشن يعني بيتوقعوا هذه الولاية فاز فيها ترامب وضم المجمع الانتخابي لها و11 رقم من المجمع الانتخابي إلى ترامب ولكن بالتأكيد زي مع الضيفك الكريم أنا سمعت في بداية المداخلة أن ترامب بدأ يقول أن هناك بعض التلاعب وهناك إشاعة أن في بنسلفينيا حدث تزوير بحجم كبير في ولاية بنسلفينيا لا يعني لا يمكن أن نأخذ هذا التصريحات كلها على مأخذ أنه يريد أن يكون هناك طلب احتياطي أنا برضو محاني على فكرة أصليا الفوز بالانتخابات واحتياطيا الاعتراض على النتائج لتزويرها في التصويت المبكر اللي فيه 80 مليون أمريكي صوتوا في التصويت المبكر وبالبريد هناك حالات تم رصدها في أجهزة التصويت الإلكتروني عندما تستطيع تضغطي على أي اختيار يخذك إلى كميلة هرز فنفس الموضوع اللي حصل في 2020 وكان محل يعني اعتراض قانوني من ترامب ولكن المحكمة بالتأكيد لم ترى الأدلة كافية للحكم بتزوير الانتخابات أو اتخاذ إجراء فيها ولكن هلين أفكرك في ولاية نسلفينيا القادي المحكمة العليا الخاصة بالولاية كل ولاية في أمريكا عندها محكمة العليا بتاعتها غير محكمة العليا بتاعت الولايات كلها فقادي محكمة العليا الولايات بنسلفينيا مد الانتخاب بالبريد تلاتيام وهو لا يستطيع أن يفعل هذا لأن القادي لا يسن قوانين القادي يحكم بموجب القوانين من له الحق في سن القوانين في الولاي هو مجلس تشريع الولاي هنا أخطأ القادي وعندما أحس بالخطأ أصدر حكم تكميلي وقال عليكم أن تحتفظوا بكل البطاقات التي سوف تأتي بالبريد على حدة عملوا إيه؟ حطوا كله في بعض لم يستطيعوا التفرقة بين هذه البطاقات وهذه البطاقات فهذا الخطأ يعني وفقا للقانون في حد ذاته يبطل انتخابات ولاية بنسلفينيا لم يتم ابطل ولاية بنسلفينيا وكانت من ولايات الحسم التي بموجبها بايدن كان هو سيد البيت الأبيض بما أننا بنسأل بنتكلم سيد ماك عن الولايات المتأرجحة هذه المرة يعني وفقا للمؤشرات الأولية ثلاث ولايات متأرجحة حسمت لصالح كمالا هارس مقابل ولاية لصالح ترامب يعني طبعا هي مؤشرات أولية ولكن هل هي مؤشر بالفعل لتفوق أحد المرشحين على الآخر؟ هو يعني بالتأكيد دائما الولايات المتأرجحة بتقرر أو تحدد من هو سيد البيت الأبيض وزادت هذه الولايات يعني أريزونا كانت إلى فترة قريبة جدا قبل ما يتوفى جون ماكين العضو الجمهوري السنتر الجمهوري في هذه الولايات كانت يعني تصوت إلى الجمهوريين وأصبحت يعني محل خلاف في الانتخابات الأخيرة في انتخابات 2020 فيمكن أن يكون يعني أبو عضو من كلابك وبأكد عليه بالتأكيد يمكن أن تكون هي الحسمة ولكن لا يمكن التكاهل بما سوف تنتهي عليه العملية الانتخابية قبل ما نصل إلى على الأقل 90% من الأصوات لغاية بالوقت لم نصل إلى هذا الرقم وفقا لوجهة نظر حضرتك نقاط القوة التي يتمتع بها دونالد ترامب في مقابل كاميلا هاريس لتأثير في هذه الولايات المترجحة هو يعني نقاط القوة أن ترامب بيخاطب الطبقة المتوسطة وبيخاطب البلو كولور يعني أصحاب الهيقات الزرقاء العمال لفتح المجال إلى وظائف جديدة إلى يعني النزول بنسب التضخم إلى معدلاتها الطبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي حدود الاتنين في المية احنا قادرنا نوصل لتراتة في المية دلوقتي ولكن كنا قد وصلنا لتسعة وسبعة من عشرة في التضخم أن يصل بأسعار الفائدة إلى مسيلاتها في عهد ترامب في الدورة الأولى في 2016 و2020 كانت السعر الفائدة 25 نقطة أساس يعني ربع في المية النهاردة وصلنا 5.5% شلو نص في المية الشهر اللي فات أصبحت 5% كلفة كبيرة جداً للإقتراض أثرت على الكثير من الشركات شركات كبيرة جداً في أمريكا صرحت عمالها ب10% و15% الاقتصاد فعلاً متواعك في المية المتحدة الأمريكية أنا حطيت بنزين في حقبة ترامب 2016-2020 بدولار 75 سنت للجالون في عربيتي النهاردة أقل سعر بنزين بـ 3.80 دولار 4 دولار للجالون في زيادة الطاقة زادت بقدر كبير جداً أصعار السلع زادت بشكل كبير جداً حماية الولايات المتحدة الأمريكية ملفه مهم جداً من الداخل دخول 10 مليون مهاجر غير شرعي إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال بعض سنوات الماضية ده رقم لم تصل إليه أبداً أي أحلام إدارة أخرى كان دائماً اللي بيتصرب خلال الإدارة في الأربعة سنوات من مليون ونص إلى 2 مليون مهاجر غير شرعي من الدول الأمريكية اللاتينية من خلال الحدود الجانبية مع المكسيك النهاردة 10 مليون دخلوا في واحد و 2 من 10 منهم دخلوا ولاية نيويورك ويتمركزوا أغلبهم في نيويورك سيتي عشان الوظائف هناك تخيالي بقى تغيير ديمغرافي لولاية نيويورك وخاصة نيويورك سيتي تغيرت ديمغرافياً زادت عدد الجرائم بنسبة 3 أضعاف معدلات الجريمة زادت أصبح لك لا يوجد أمان في كثير من المناطق في ولاية نيويورك يعني دكور مارك نقدر نقول أنه ملف الاقتصاد وملف الهجرة هما ملفان يعني يثق الأمريكان في دونالد ترامب فيهما أكثر من كامالا هاريس وبالتالي يشكلان نقطة قوة لصالح دونالد ترامب بالتأكيد بالإضافة إليهم طبعا يعني الضمان الاجتماعي وتعاعدة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاقات الجيدة لصالح الصانع والزارع الأمريكي زي ما خرج من نفتة وعمل اتفاقية جديدة بينه بالمكسيك وبين كندا وزي ما خرج من التي بي بي مع 11 دولة شرق من شرق آسيا وليست لصالح الزارع والصانع الأمريكي زي ما خرج من اتفاقية المناخ التي لم يحترمها الصين الصين وهي على فكرة بنقصين كده دولة نامية تخيال الصين تاني أكبر اقتصاد في العالم يعني بسماء دولة نامية وهي تضرب عرض الحائد كل تفاقاتها أسأل ثانيا دكتور عفوا للمقاطعة وأسأل عن كامالا هاريس وعن شعارها فيما يتعلق بلن نعود إلى الوراء أمريكا واحدة أو يعني تدعو إلى الوحدة دائما هل ما تدعو إليه كامالا هاريس يمس شيئا ما لدى الأمريكيان أم أنهم لا يعنيهم سوى الاقتصاد وملف الهجرة ما هو نعود إلى الوراء في إيه يعني هي لا توضح أبدا شعارتها اللي بتقولها هي اللي احنا كنا فيه وليلن نعود إليه مرة أخرى بتنعت دونالد ترامب بأنه خطر على الديمقراطية وأنه فاشي وأنه إذا كان هو الرئيس سوف تنتهي الولايات المتحدة الأمريكية سوف يحل الاتحاد الفيدرالي الأمريكي كان تكتو إيه؟ كان تكتو طلب محاولات اغتيال لترامب الخطاب التحريضي من كاميلة هاريس وأبلها جو بايدن ضد الرئيس دونالد ترامب عرضوا لمحاولات قتله ثلاث مرات في الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد لا توجد خطة واضحة لكاميلة هاريس عندما تقول سوف أقدم لكم بعد ما أمسك رئيس طب سؤال سنجيبك رئيس على أساس إيه؟ أنت لم تكوني عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي لكي صورات وجو باولات كنت تاشلة كنائب رئيس ماذا سوف يعطيك كرمات أن تكوني رئيس جايد؟ ولكن التكارب الشديد جدا في استطلاعات الرأي ما بين المرشحين ألا يدل على عدم قدرة أي منهما على حسم أي ملف لصالحه؟ يا سيارة العزيزة الولايات المتحدة الأمريكية فيها 186 مليون مخاطب بالانتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية مقايد منهم 45 مليون مقايدين ديمقراطي و36 مليون مقايدين جمهوري و32 مليون مسجلين كمستقلين أو بدون انتماء حزبي فكان الحزب الديمقراطي ناقم على جو بايدن وكان 80% من الحزب غير موافق عليه أما جاءت كاميلا هارس أخذت كل المتاح للحزب الديمقراطي باعتبارها هي الحصان الأسود هي التي تنقذ الحزب الديمقراطي في اللحظات الأخيرة ولكن ما هو برنامجها؟ برنامجها نسخة من برنامج جو بايدن تحاول جاهدة أنها تنق بنفسها عن جو بايدن ولكن فشلت في هذا الأمر يعني الديمقراطيين النهاردة إذا عقبوها عقبيا لإما هينتخبوا ترامب أو هيمتنع عن التصويت تخيالي النهاردة أنا في ولاية نيويورك شايلين جيل ستاين المرشحة المستقلة من البالتس وأنا بنتخب النهاردة في ولاية نيويورك لم تكن موجودة المرشحة المستقلة في بطاقة الانتخاب في ولاية نيويورك أشترك جزيل الشكر دكتور مك شرقوي على هذه المدخلة القيمة أذكر أنوه مرة أخرى أنك عضو في الحزب البمهوري وعذرا لهذا الخطأ غير المقصود دكتور مك شرقوي عضو الحزب البمهوري كان معنا عبر زوم من نيويورك